حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من نشوب حرب دينية في المنطقة جراء استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية التي يقوم بها المستوطنون وجنود الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات أكد رفض الأردن الكامل لما قام به قطعان المستوطنين الذين تجاوز عددهم أربعمائة متطرف يوم أمس من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال وبمظاهر غير مسبوقة من الوجود الأمني الإسرائيلي الكثيف وطالب عربيات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمات الأمم المتحدة بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتداءاتها التي تعمل على تغيير الواقع التاريخي القائم في المسجد الأقصى الذي يعادل في قدسيته عند المسلمين الكعبة المشرفة والحرم النبوي الشريف ترجمة نانسي قنقر